ما ضاع حق وراءه مطالب لم تكن كلمة عابرة من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قال جهاز المخابرات الوطني كلمته وفعله وزف العراق الى العالم اجمع انجازه الامني الذي سجل له في سنواته الاخيرة ضد اخطر تنظيم ارهابي عرفته البشرية لكن الكاظم اليوم زاد الفرحة في قلوب العراقيين فرحتين واكثر باعلان الاطاحة بالعقل المدبر والمخطط والمنفذ لهجمات وتفجيرات وجرائم ازهقت ارواح العراقيين وحولت البيوت والشوارع الى براكين من النار والحرق والقتل والدمار المدعو غزوان علي حسين راشد الزوبعي المكنى بابي عبيدة بغداد في قبضة المخابرات العراقية بعد جهد استخباراتي حثيث ودقيق وصبر طويل استمر الجهاز خلاله بالملاحقة وتدقيق المعلومة تلو الاخرى لينهي حزنا في قلوب ذوي شهداء الكرادة الذي فجره الزوبعي عام 2016 بيان جهاز المخابرات الوطني الذي بدأ باسم الله ثم باشراف القائد العام للقوات المسلحة اعلن اعتقال احد اخطر رؤوس الارهاب بعد تتبعه متنقلا بين عدة دول ليتمكن الجهاز من القاء القبض عليه خارج العراق واقتياده الى بغداد النصر والسلام لينال جزاؤه العادل بما اقترفت يداه تغريدة الكاظم للعراقيين تأتي في وقت يسجل فيه العراق انجازا تلو الاخر في القضاء على رؤوس الارهاب الذي قطع رؤوسا بريئة طيلة سنوات عجاف ووقت يتجه فيه العراق الى مستقر سياسي كما هو المستقر الامنية الذي انتصر فيه ببسالة ابنائه وجهود قياديه